موتى يعودون هذا الأسبوع عنوان يختزل المشهد في تونس وما يدور من جدل حول طبيعة وفاة الرئيس الأسبق الباجي قيد السبسي فهل حقا مات مقتولا؟ عن هذا قال ناشط مستقل يدعى محمد الهنتاتي لصحيفة تونسية إن وفاة الرئيس الأسبق كانت بفعل فاعل ولعل دليله في ذلك أن أحد مصادره دون أن يذكره بالاسم مكنه من الاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي العسكري دفاعا عن مصادره التي تبدو أنها قريبة من محيط الجيش أكد أنها ليست جبانة ولكنها تخشى على نفسها لكشف الحقيقة تفصيلا في الموضوع كشف ضمنيا محتوى التقرير قائلا إن وفاة قيد السبسي غير طبيعية ودعم كلامه بما جرى تدوله وقت ذاك في كواليس حركة النهضة بأن قيد السبسي كان جادا في فتح ملف الجهاز السري لهذه الحركة وهنا توقف الهنتاتي ليوضح أن حركة النهضة لها ثلاثة أجهزة سرية وهي الجهاز المالي إلى جانب الجهاز الاستخباري والجهاز العسكري وعليه أوصلته قناعته إلى أن الجهاز السري هو ما يقف وراء هذه الوفاء مستدركا أن هذه المسألة ينبغي أن يحسم القضاء فيها وبالعودة إلى مضمون التقرير الطبي طبعا كشف الهنتاتي أن قيد السبسي قتل ولم يمت ميتة طبيعية وسمم بإشعاعات فلاشات التصوير ما نتج عنه تسمم في الدورات الدموية ولأنه كذلك بقي خبر وفاة قيد السبسي على حد قول الهنتاتي متكتما عليه لمدة ثلاثة عشر يوما ولم يعلن عن وفاته طيلة هذه الفترة وعن تبعات إثارة هذا الملف لم يستبعد أن يكلفه ذلك حياته باعتبار أن رأسه مطلوب من الجهاز السري لحركة النهضة نظرا للتهديدات التي يتلقاها ولم يخف تواصله مع رئاسة الجمهورية حول الملف معتقدا أن تعليمات فتح التحقيق نزلت من الرئيس قيس سعيد في السياق ذاته اعتبر حافظ نجل الرئيس الباجي قيد السبسي الراحل أنه من حق الشعب التونسي معرفة الحقيقة كاشفا أنه غادر تونس غصبا عنه بعد تهديده بإلصاق تهم كيدية ضده وضد عائلته رابطا ذلك بملف وفاة والده وذلك طبعا لتمصي الحقيقة